اشتركوا في القناة بساعة انتظرونا بث مباشر من أرض الوقف هذا الوقف العظيم ترموه في أي مكان وفي أعظم وأظهر بقاع الدنيا تخيل أنك في أطهر بقاع الدنيا تنفق على يتيم طول الحياة مو بسنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا عشر بل يمكن عشرين سنة والوقف هذا ينشأ أوقافا كثيرة وقف الفقراء والأيتام بالأرض الحرام الوقف بدينا في براءة ولكن باقي ما اكتمل أنا أتمنى من الآن يكتمل هذا الوقف اليوم أنا في أرض الجمعية وأنتي لتبرعت معنا راح تكون معنا في وقف الأيتام والفقراء في البلد الحرام ثلاثمئة ريال وقف جاري مدى حياتك بس ثلاثمئة ريال ما بقول لك ضل عمري أنا لا إلى قيام الساعة قل ما تجد أحد الصحابة إلا وحرص يكون له وقف جاري مدى حياته فاقترموا الفرصة وهناك ناس الله وفقهم ولكن السؤال هل ستكون منهم أم لا تخيل أنك 300 ريال تكفل يتيم مدى الحياة يعني لا سنة ولا سنتين مدى الحياة طول حياتك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل يتيم كهاتين في الجنة فكنت أعاني الحمد لله من سكتة دماغية وأجر وعافية فرجعت الحياتي الطبيعية من قبل أربعة شهر فكنت تمنى أن أكون في مكة المكرمة ولله الحمد أكرمني الله أن آتي إلى هذا البرنامج وأصبح أحد سفراء هذا الوقت بتوفيقا من الله جل جلاله فاليوم نحن نبقى نشوف كم هين وصلا صدقاتكم أي الراحمالكم في هذا الوقف فالصدقة أجلها كبير وفضلها عظيم عند الله جل جلاله تخيل أنك بثلاثمائة ريال تكفل يتيما مدى الحياة مثل درب الخير خير وبشرف ساعدك فما مثل درب الخير خير فينا الخير دايم فينا على الخير اتربينا وأهل الخير سفراء الوقف هناك أشياء قاعدة تطيل لا أفهمها المفروض أن يسافر سفراء الوقف بس سافر من ناحية وفلاحة وأيضا سيف نسيناها بس سيف كان عمره طيب كانت زيارة لمقر الوقف الموجود في مكة المكرمة هذا الوقف قائم والحمد لله والحمد لله اليوم كان في حملة قوية جدا من المتسابقين أصروا على أن تقام هذه الحملة في إيقاف الفقرات واستجاب لهم الأستاذ ناصر الغامدي أستاذ عبدالله الراجح مديري الإعداد ووقف اليوم الفقرات ما عدا فقرة المهمة والأهم في هذا البرنامج والعمود الفقري لأي برنامج فقرة النقد الرادار كانت حملة الحمد لله حققت نتائج جميلة جدا كان المستهدف 20 ألف متبرع من 300 ريال حتى يكتمل الوقف الذي رأيته قبل قليل يا جماعة الخير يعني شعور جميل أن تشوف شي قائم وتساهم فيه حتى يكتمل هذا الشعور هذا يعني صعب شرحة أن تجي يوم من الأيام مكة داخل حدود الحرم وتشوف مثل هذا المبنى الذي اليوم شفته أو شفته هذا المقطع وتعلم أن تساهم فيه سواء بالدفع أو بالنشر يعني هو أقلها النشر أنك تجي تنشره في حساباتك وزكاتك أحسن تبقى عبد الله أنا أرى يعني زي اليوم المتصلي اللي كانوا يتصلون شف كيف كل واحد له حاجة عند ربي سبحانه وتعالى من يدق وقول أبغى أبتصدق لعل الله أن يشفي فيها مريضي والدي ومن يتصدق أسأل الله أن يرحم فيها والدي أسأل الله أن يشفي فيها والدي أسأل الله أن يصلح لذريت أسأل الله أسأل الله أن يصلح النية كل له أمنية عند الله سبحانه وتعالى يودع فيها المبلغ اللي يضع فيه هذا الوقف وعلم أن حاجتك للأجر أكثر من حادث المتصدق عليه للصدقة هذه يعني أنا حادتي في الأجر أعظم وأكبر نحن من نحتاج ليه نحن من نحتاج الفقراء هذولي أو الأيتام عشان نتصدق نحتاج الأجر نحتاج هذه الوقفة الناس لما يتصل اليوم يقول الله أني أتمنى أن الله سبحانه وتعالى أن يشفي مريضي أو يرحم والدي كل هذا الأجر في 300 ريال تدفع عنك وعن من تحب نعم أزاك الله خير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه إلى يوم الدين ثمما ما بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قال سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظهر إلا ظله وذكر منهم رجل تصدق فلا تعلموا يمينه ما أنفقت شماله وقال يفصل بين الناس لا يفصل بين الناس وقال أيضا كل مرئ بظل صدقته يوم القيامة حين تقرب الشمس على رؤوس العباد مقدار شبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافر الجنة أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين الأحاديث المتواترة والآيات الكبيرة التي حثت الناس على الصدقة هي أكبر دليل على عظم هذه العبادة لأن الله سبحانه وتعالى قال ولن تنالوا البرة حتى تنفقوا مما تحبوا وأحبوا ما يملك الإنسان المال فلذلك نحن نشتري أنفسنا ونشتري أبناءنا ونشتري بيوتنا ونشتري ما بق ونشتري حياتنا الخالدة الشرمدية الأزلية يوم القيامة في هذه الأمور هذا وقف تجاري يدر ريعة على جمعية لرعاية الأيتام فأنت لا ترعاية من واحدا أنت ترعى أيتاما أبدا الدهر والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها صدقه جاريه صدقه تمشيلي فلذلك يا سيد الفاضل نحن ندعوك لنفسك نحن اليتيم ليس في حاجتك وأنا لست في حاجتك الوقف سيكتمل بك وبدونك لكن هل ستكون مشارك أنت الذي في حاجة أسأل الله تعالى أن الله يعينا وإياكم على فعل الطاعة نعم فعلا الحديث نحن مشكلتنا ما نستشعر ترى لا الحديث نقراها وتعرض علينا ما نستشعر إذا مات ابن آدم انقطع عمل بيدعو لك عيالك بيدعو لك يا ابن حلال حن ناسينا نفسينا الحي ما نتصدق خل عادل ميتي انذكر فضحية اللي بعد الله يوفقه لكن أنت فيها فليش تتنيها على ما يقولون شي بأن يعني أنت الآن فيها فأعمل والوقف سبحان الله هم الأشياء اللي بدي تدوم لك وما أجمل أن تمر على وقف وتقول هذا شاركت فيه هذا شارك لو 100 ريال 50 ريال ما بقضية وترى الصدقة ما فيها أسراف أبو بكر جاء بماله كله إنه بمعاتبة بل النبي تهل الوجه واستانس ماله كله فوق هذا أسراف وقسم بالله هنا درجة ما تركت له ما تركت له عمر جاء بنصف ماله إذن الصدقة ما فيها أسراف والله هنا درجة ودي أصلي هنا سبحان الله أنك تلقى في حسابك ثم تهله كله شي يعني الله المستحى الله المستحى بأعزام مبلغ وقدره والله يا عظيم نقصد يعني مرحلة لو توصل لها أنت يقين أنا حتى لو كان في حسابك المبلغ اللي وقدره اللي هو لو حقيت 100 ريال 150 مية بضرتك والله يا الواحد يدخل بقال يأخذ له أغراض 150 مية يدخل له مطعم 150 مية بضرتك خمسين ريال يعني اليوم متصل والله العظيم أنها يعني خلتني كذا فجأة في الطريقة وقف قلت أنا كل يوم أتبرع بريال كل يوم أتبرع بريال يعني شو كيف ربي يوفق أنه يومياً تتذكرنا تضع مبلغ شوف كيف يسير ريال ريال تعودت عليها علي فراصة عادة تعودت علينا تحط لها مبلغ فحطت مليسير من مالها يدرسونها يفواني ترى مسألة ترى مسألة خطيرة هي موضوع الجميع يقدر يسويها مستعد حلو نعم الجميع لكن المسألة هل الله يبقى تسويها ولا لا هذا المح هذا هل مربط الفرص من يوفقها الله سبحانه وتعالى اجتبى هذه خلاها تصدق قوميا الله عشانها وهذا ما له كثير في البنك لكن الله ما يبقى أعطيك معلومة هذه خطيرة قيمة ما هو العمل اللي الإنسان بعد الموت يتمنى أن يعمل الصدق فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق يعني هي هو العمل الوحيد اللي الإنسان بعد الموت يتمنى أن يسويه يعني الله عطاك شفت نحن الإنسان لما يصنع شيء ولله المثال الأعلى هو يعرف كيف يشتخل صح؟ يعني هذا المسبح لما صنعه هي تشتغل كده كان يتحركه الله خلقك لسان ويعرف ماذا تحتاج فأطاك أطاك الخلطة أطاك الخلطة قال شوف أنت ترى بعد الموت ما رح تتمنى للصدقة ما بي ما بي شي ثاني والله العظيم والله العظيم أنه يقوله أحد الشيبان على مسألة تقصر الله بإجراء الصدقة كان يقول يعوالي اللي يسمع لذان ولا يفز المسجد رجع نفسه الله ما يبغى لقائك هذه مسألة خطيرة الله وإنسان خطيف الله لا يبغى مالك الله لا يبغى لقائك ترى الله طيب لا يقبل إلا طيب لا غيره راجع الوحدة رجع سبحانه وتعالى تقبل مننا وإغفر لنا وأكثروا من الصدقات وأكثروا من عمل خير ترى الإنسان ما يدري كم يعيش الله ما يدري هل بنلقاكم بكرة ولا ما نلقاكم هل بنلقاكم بعد سنة كثير من الناس يلي كانوا يتابعوننا قفى الله عهدتنا معها الله اللي يروح ويرحمها ويتجاوز عنها كانت معنى تغرق كانت متابعة جميلة لبرامنج الواقع توفى الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر الله ويرحمها ولا نαدري ما هو العمل اللي خلاننا نذكرها اليوم ندعيلها أمام الملأ تدعو لها أنتم فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر الله ويتجاوز عنها وأن يعفو عنها وأن يعفو عنها أجزاكم الله خير جميعا أشكر لكم يا أخي أبو سمره وجوال Schedule force فيصل حازم فكنا من الجوالات يا اخي ابو سمره لابد ان يكون حازم من ابو اسكين الله يبغى ابو سمره لازم انا استغرب احنا بكرا عندنا محاول كثيرا ما نقشناها اليوم لا ازالت نبغى الشيخة نبغى الشيخة اليوم راح نعلن الشيخة شيخ القرية واقف واقف لهذا الأسبوع بعد صف 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 ان شاء الله يا رب يا رب يا رب يا رب يكون سيف الجنيبي لا لا الشيخة القرية لهذا الأسبوع والتصريح لن يكون الشيخة الشيخة هل ستكون شيخة مختلفة بذل الله كشيخة سلطان لا 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 هل ستكون صارمة ام فيها مجاملات لا ندري اما شيخة سلطان انا اتوقع